وعود بحلول لتنفيذ مطالب العاملين في الميهن الطبية المساندة أكدها مدير مستشفى الأمير حمز بن الحسين الدكتور كفاح أبو طربوش عقب تعليق وقفة احتجاجية نفذها عاملون في مختلف تخصصات تلك الميهن المحتجون طالبوا بعلاوة فنية بنسبة 135% أسوة بزملائهم في التمريض والصيادلة والأطباء ونقاط الحوافز التي أضيفت مؤخرا للعملين في تمريض العناية الحثيثة وزيادة قيمة وعدد نقاط الحوافز دون سقف محدد بالإضافة إلى إعادة علاوة خطورة الأشعة ولوح المحتجون بتنفيذ وقفات احتجاجية في الأيام المقبلة ودعوة كافة العاملين بالمستشفيات الأخرى لمساندتهم إذا لم توافق الوزارة على مطالبهم بعض نبوخة العلاوة الفنية 45% البعض 60% والبعض بوخة 90% 95% هذه العلاوة أقرها الأستاذ الدكتور في رأس الهواري في كتابه 19-5-2021 إحنا مستشفى الأمير حمزي إحنا اللي استقبل الكورونا ودافعنا عنه أكثر من أي حدثاني كون كوادر طبية كانت بالمرصاد وما يعني ما تقعوا عسنا في أي لحظة وكنا بالواجهة هم معبروا عن مطالبهم بطريقة ديمقراطية بدون ما يتأثر سير العمل الحمد لله بدون أي مضاعفات لأي مريض هذا شغلي كثير بتهمنا الحالات الطارئة والعمليات والمشاكل كلها مشت على أكمل وجه ما في شبابيك تسكرت بوجه مواطن الوقفة لفترة زمنية بسيطة صح اختاروا همه أنه يكون بالوقت البيك والذروة حتى يوصلوا الرسالة والرسالة وصلت وسنعمل جاهدين بالإشي اللي منقدر عليه على حلها